هذا غير يبلعفهم المدرب هذا جاء خلوه يخدم وكي يقولون نيفو أنتم معتكم نيفو ونعاود نكرر ونهضر هذو الناس قال لك حبط بوردو ماذا بهم يعاود يشوفوا ليكي بتاع بوردو ليحبط بها نيفو تعليش هذا باكر بيتكوفيتش مدربا جديدا للمنتخب الجزائري كما كان منتظرا كان من بين الأسماء التي تحدثنا عنها في السابق يمتلك الخبرة الأوروبية ومن جهة أخرى سيدرب لأول مرة في إفريقيا نهيك عن أنه منذ سنتين وهو طبعا لم يدرب أي فريق أو منتخب منذ وقالته من النادي بوردو الفرنسي لا يتحدث اللغة الفرنسية أيضا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التحية للجميع مرحبا بكم فيديو جديد قبل ما أمدأت من أنكم تدعمونا باللايك الفيديو خلووا لي تعليقات لكم في الموضوع الناس لم يشاركوا في قناة من أنكم تشاركوا وتفعلوا جرس باش وصلكم ديما الجديد يناو على بركة الله نخليكم معه الفيديو إنقصام كبير في الشارع الجزائري بين مؤيد ومعارض للتعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب الجزائري البوصني فلاديمير بيتكوفيتش الذي تعاقد معه الاتحاد الجزائري رسميا اليوم لتولي العارضة الفنية لمنتخب الجزائري خلفا للمدرب السابق الجزائري جمال بلماضي إذن أول خروج إعلامي لإعلام الجزائري اللي تكلمه في الموضوع ومتخوفين بحاجة وحدة هي اللغة المدرب البوصني لا يتقون اللغة الفرنسية والإنجليزية وسبق له درب المنتخب السويسري ودرب أيضا بوردو الفرنسي اللي ما عطاش معهم نتائج إيجابية وتم الاستغناء عنه تقريبا عامين هو بيطالي بدون عمل وليوم جابوه يدرب المنتخب الجزائري خرج الآن إعلام الجزائري كيقول باللي المدرب ما عندوش اللغة وغالي نتلقى معه مشكل معه كبير مع اللاعبين وما عندوش تجربة في إفريقيا وكذلك كثير من الأمور قليك عدنا أموال لهم وموكي جيبناه مدرب كبير كما كان يقولوا في السابق كان يقولوا باللي مدرب كبير وهذا ما يقوله الشارع الجزائري قليك في له كان يقولوا غادي يجيبو مورينو غادي يجيبو مدرب كبير واليوم جابوه مدربي مدريب عامين هو بيطالع العمل وما عندوش اللغة الإنجليزية وكذلك الفرنسية وفشل مع الفريق الفرنسي يعني كانت الأسباب دياللغة وكذلك ما عارفش كيفاش يجري الأمو فيها الفريق الفرنسي كيفاش غادي ينجح مع المنتخب الجزائري اللي كيقولوا هما بغين يتوجه بالالقاب خاصة كأس أمم إفريقيا القادمة بالمغرب